السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعميري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاها أيها الإخوة الكرام النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية مرض السكري في المنام شوفوا جماعة الخير كل من الناس بتخايف من الأورام أورام إيه كتير من الناس بتخاف من بعض الأورام الخبيثة أو السرطان خلاص فكتير من الناس بتفكر إن رؤية دي مزمومة لا هي مش مزمومة طيب مرض السكري مزموم لا مش مزموم طيب مرض البرص هو الجلدي ده أنا دايما أقول إن قضية الأحلام ما لهاش علاقة بالواقع خالص بحدش يقيس حلمه على الواقع ويقول إن رؤية دي مش كويسة واحد شاف إن فيه برص في جسمه ليس حيقول خلاص يعني كده حمرض ما فيش الكلام ده واحد مثلا شاف إنه مريض سرطان يقولك بس أنا حمرض ما فيش الكلام ده نهاردة هنتكلم عن مرض السكري دي يعني مقدمة كده برضو كنت حابب أن ألا أبدأ بيها علشان أطمن بعض الناس حتى مثلا لو أنا بتكلم عن مرض السكري ممكن بعض الناس يشوفوا مثلا سرطان البرص لأ أنا بطمنكم إنما الكلام النهاردة تحديدا هيكون عن المرض السكري المنت العزباء لما تشوف إن هي بقت مريضة سكر دخولها في علاقة عاطفية تنتهي بالزواج السعيد إن شاء الله تباركتها يا جماعة كلمة سكر في المنام برغم إن أنا بقول مرض السكري السكر في المنام محمود زي لما كنت بقول لشخص قال لي أنا شوفت إن فيه مصمار دخل في إيدي أو دخل في رجلي مصمار قلت له خد أول حرفين وركينهم قال لي مس قلت له السيادتك تعمل لك سحر فتفسير إحلام حاجة تانية خالص خلاف الواقع طبعا مش قضية إن كل واحد بيشوف مصمار دخل في إيده أو أفرجله ويبقى تعمل له سحر لا الحالة اللي كنت بكلمها دي كان فيه شواهد من الرؤية إنها هتدل على سحر بس حبيتها ثبت له فالرؤية على عمومها لا 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 مش أي حد يشوف مصمار في المنام لا 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 ممكن عين حسد ممكن مشاكل إلى آخر زي الأمور فبنقول إن مرض السكري بالنسبة لبنت العزباء علاقة عاطفية سوف تنتهي بالزوج السعيد إن شاء الله تبارك وتعالى قضية إن أنا أشوف شخص قريب مني مريضة بمرض السكري هذه الرؤية تدل على أن هذا الشخص حالته النفسية سيئة أو عنده مشاكل إن شاء الله سوف تزول هذه المشاكل وسوف تعود حالته النفسية أفضل مما كانت بإذن الله تبارك وتعالى المرأة المتزوجة لما تشوف إن هي بقت مريضة مرض السكري هيكون عندها أولاد كتير كثرة نسل وذرية بإذن الله تبارك وتعالى تظلونا في اللغات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته